موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة اللوموند الفرنسية التي نشرت تحت عنوان الأسد يطلق غاز الكلور على المدنيين وسط صمت غربي جافي بعد أقل من عام على هجوم قوات النظام السوري على المدنيين بغاز السارين الذي أودى بحياة نحو 1400 شخص في 21 من أغسطس الماضي ظهرت أدلة أخرى على استخدام القوات السورية المتكرر لأسلحة كيميائية أخرى ضد السكان من مدنيين ومسلحين منذ أكتوبر الماضي وحتى وقت قريب فقبل أيام قليلة من الموعد النهائي لتفكيك الترسنة الكيميائية السورية والذي يوافق الثلاثين من شهر تموز الجاري انتهكت دمشق المعاهدة الدولية التي وقعت عليها بشأن الأسلحة الكيميائية لتطلق غاز الكلور على بعض المناطق في كل من حما وحلم ورغم وضوح الأدلة إلا أن باريس وواشنطن ولندن لم تحرك ساكنة تجاه نظام السوري لتتكرر بصمت ذكرى آب وأيلول الماضيين حين طالبت باريس بضرب سوريا عسكريا قبل أن تتراجع عن ذلك لعدم حصولها على الدعم من واشنطن نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الأنباء الكويتية التي كتبت تحت عنوان حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بولاية هاتاي الحدودية مع سوريا من أن المياه الصالحة للاستخدام البشري باتت قليلة جدا في سوريا وأن الحصول على مياه نظيفة أصبح شبه مستحيل الأمر الذي يشكل معضلة تضاف إلى مأساة السوريين ولفتت الهيئة إلى تزايد الوفيات بسبب الجوع والعطش مشرة إلى أن مشكلة المياه تحولت إلى أزمة خطيرة مع حلول الصيف وأشرت إلى أن الأمراض المعدية بدأت تنتشر في سوريا بسبب صعوبة الحصول على مياه النظيفة وضربت مثالا مخيم أطمة الذي يعيش فيه نحو ثلاثون ألف نازح مبري في إدلب وزادت فيه الأمراض السارية بسبب نقص المياه نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الحياة حيث نشرت مقالة لوليد شقير بعنوان إنه الفراغ في سوريا جاء فيه كيف لبلد مثل سوريا يضم خمسة عشر مليون ناخب من أصل زهاء 22 مليون مواطن عدد النازحين منهم خارج البلاد يبلغ على الأقل ثلاثة ملايين نسمة وخمسة ملايين من النازحين داخل البلاد وأكثر من مليوني مغترب فيبقى من الذين لازموا سوريا زهاء عشرة ملايين موزعين بين الولاء للمعارضة والولاء للنظام وفق مناطق سيطرة هذا وذاك أن يقترع فيه أحد عشر بليون وأكثر من ستمائة وأربعة وثلاثين ألف ناخب حصل بشار الأسد على أصوات عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألفا منهم قد يكون التدقيق في الأرقام عملية ساذجة للدلالة على التزوير الذي اعتمدته ألة النظام الأمرية والعسكرية لمهزلة الانتخابات الرئاسية في سوريا لأن كل الحسابات التي أجرتها منظمات الأمم المتحدة وبعض منظمات المجتمع المدني كانت أفادت بأن أقصى نسبة اقتراع متوقعة في تلك المسرحية لم تكن لتتجاوز العشرين في المائة من الناخبين الخمسة عشر مليون ويحل لهم أيضا أن يعتبروا أن بقاء الأسد في السلطة موازن لبقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رئاسة الحكومة ببغداد في وقت يستخدم الأسد ورقة ضاغطة من أجل إبقاء المالكي في السلطة للعكس مواصل معكم مشاهدنا الكرام حيث كتب زهير سالم مقالا في مركز الشرق العربي للدراسات بعنوان الإنجازات الأهم للأسدين الأبي والابن خلال نصف قرن حقائق للتاريخ نرصد بسرعة ما نقترحه تحت عنوان الإنجازات التاريخية الخمسة الكبرى للأسدين الأبي والابن المقترح اجتهادي لا يعني التضييق قبل الحصر ولكنه يتحدى من يجد إنجازات مقابلة أن يدلو في هذا الماء براشا أو بدلو الإنجاز الأول الذي ما تزال الأمة تعيش آثاره وتبعاته وتداعياته هو ما حققه اللواء حافظ الأسد وزير الدفاع السوري يومها في الخامس من حزيران سنة 1967 حافظ الأسد هو الذي افتع على أسباب الحرب ودفع الأمة إليها ثم كان سببا أولا في صنع الهزيمة الإنجاز الثاني وعلى مستوى الأمة أيضا تفتيت منظمة التحرير الفلسطينية وشرذمة قوى المقاومة الفلسطينية وإخراج المقاومة الفلسطينية من ساحة صراعها في لبنان وإلقاؤها بعيدا عن الميدان ثم تصفية كل أشكال المقاومة الحقيقية في لبنان وإسنادها إلى ما عرفا بعد بحزب الله الإنجاز الثالث إنجاز أممي أيضا فتح حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشر أبواب النفوذ ثم العبور المشروع الإيراني لاختراق المنطقة العربية بشكل عام والعراق وسوريا ولبنان بشكل خاص الإنجاز الرابع الانغماس بلا حدود في مشروع قتل الإنسان سوريا وفلسطينيا ولبنانيا وعلى اختلاف الهوية والتوجهات قتل حافظ الأسد وبشار الأسد قتل المسلم والمسيحي والعربية والكردي والسنية والشيعية والدرزية والعلوي وبلا حدود والشواهد موثقة بالعشرات أو بالمئات أو بمئات الألف الإنجاز الخامس حماية أمن إسرائيل وتحويل سوريا إلى أرض يباب أرض يباب تشهد عليها كل التقارير الإنمائية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة قبل أن تنتفض سوريا ويثور شعبها إنه في الحقيقة أخطر إنجاز أن يخرب حافظ وبشار الأسد نفسية السوريين بحيث يجد مواطنا ولو لكعا ومواطنة ولو لكعا طريقهما لأن يقول نعم ولو منفردين لصحب هذه الإنجازات لقد أزهر الشر وأثمرت شجرة الزقوم نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأناظول التي نشرت مؤتمرا صحفيا للإئتلاف السوري بعنوان نظام الأسد يمارس العنف والاغتصاب والقتل بحق المعتقلات جأفي قالت نور الأمير نائب رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه من المؤسف تصنيف المعتقلات السورية كضحايا لأنه ندفعن ثمن الحرية وهذا ينسف إرادة المعتقلة وعملها الحقيقية خلال الثورة على نظام بشار الأسد وفي مؤتمر صحفي عقده الائتلاف الوطني في اسطنبول أوضحت الأمير أن النظام انتهج منذ آذار 2011 العنف الممنهج ضد النساء بعد أول حالة اعتقال في الثالث عشر من أيار من نفس العام بجمعة حرائر سوريا في حمص في وسط سوريا لتتجلى سياسته تجاه باستهدافهن واعتقالهن واختطافهن وبشكل خاص أقرب الناشطين ولفتت إلى أن المعتقلات في سجون النظام تعرضنا لكافة أنواع العنف والإهانة والاغتصاب والتحرش انتهاءا بقتلهن فضلا عن التحرش بهن على الحواجز وخلال الاقتحامات أيضا إضافة إلى اختطافهن وتعذي بهن حتى الموت من ناحية أخرى لفتت الأمير إلى أن هذه الحوادث دفعت الأهالي النزوح خوفا من هذه الممارسات مشيرة إلى أنه في المناطق المحاصرة اعتمدت سياسة التجويع التي أدت إلى وفيات بين النساء وحالة إجهاض لحوامل ولفتت الأمير إلى نجاح نظام في اختراق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش والذي يمارس القمع ذاته ضد النساء ومن ذلك كتيبة الخنساء المخصصة لمراقبة لباس النساء وتفتيشهن وشددت على ضرورة أن يتحرك المستمع الدولي لنقل نظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية منتقدة فشله في ذلك من قبل ومعتبرة أن النساء السورية هنا ضمان لحاضر ومستقبل المنطقة الذي سيبنى من قبلهن على حد تعبيرها حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة تركيا التركية التي نشرت تقريرا بعنوان الاكتفاء بخمس محافظات في الانتخابات السورية جاء فيه بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة السورية يجري النظام السوري انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للبلاد وتشير الصحيفة إلى أن الانتخابات اقتصرت على خمس محافظات فقط حيث فتحت صناديق الانتخابات في كل من دمشق وحلم وحمى والذيقية ودير الزر كما تشير الصحيفة إلى أن مدة التصويت قد مددت خمس ساعات بسبب الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بحسب دعاء لجنة الانتخابات السورية وهي سابقة هي الأولى في تاريخ الانتخابات حيث قبلت لجنة الانتخابات العليا التصويت بإرسال رسائل قصيرة عبر أجهزة التليفونات هذا وقد أعلن رئيس مجلس النواب السوري فوز بشار الأسد في الانتخابات بنسبة تجاوزت 87% نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل مقالة للدكتور فيصل محسن العلي بعنوان بين استطاعتين قلفي في معركتنا الدائرة بين قوى مختلفة متعددة الأطراف أجدني أقف متأملا بين استطاعتين ولا يزلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إنها معركة بين استطاعتين وجبهات القتال امتدت اليوم لتشمل منع المعلومات وطرائق التصنيع إن سلاح المعلومة أصبح له فعل صواريخ والطائرات أو أي سلاح حديث إن معركة الغذاء والدواء لا تقل عن معركة الجيوش إن قنبلة الأبحاث العلمية لا تقل عن القنبلة النووية وهل اخترعت القنبلة النووية بلا بحث علمي؟ فهل الصلاة لله دين وصنع ما يحمي إقامتها ليس دينا؟ وإقامتها إقامة مكارم الأخلاق لتكفكف فساد هذا الجنس البشري إن صلوات الجماعة وصيام الشهر وحج البيت جاءت لتعلمنا صفاف القلوب والأيدي في عمل جماعي يخترع ويبدع ليعمر الأرض بسم الله لكن أشباه من إسرائيل من المسلمين يصرون على أن لا يدخلوا في الدين كافة يصرون على تبعيض الدين وجعل القرآن يعظين يصرون على التفريق بين الدنيا والآخرة والدين والدنيا والروح والجسد والوحي والعقل يصرون على شطر المسلم شطرين ليعيش بنصف حقيقة هو الباطل كله وماذا ستفعل لمخبول؟ يظن الدين بضعة دقائق في بضع عبادات أو يحسب أن العمل على قيادة الدنيا نافلة فهل ستغضبون إنعن على بال ذلك الحمار وأسفاره؟ ويليته ظل يحمل أسفاراً بل أصبح ذلولاً يركبه الظالمون فأصبح أضل من الألعام وانحذر عن جنسه ونوعه الحمار حيوان يحمل البشر والأسفار لكن مخلوقنا كائن يشبه البشر يحمل بشراً ظالمين لا صالحين أظن أن هذا هو التفسير الذي يناسب تلك المرحلة اللامصنفة التي سماها القرآن أسفل السافلين أو أضل من الأنعم إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجدداً غداً إن شاء الله تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر